السلام عليكم بنا المميزات اول حاجة خط المسرير الاتصالات دوت هي الشبكة الوحيدة اللي خدت احفا من الضريبة يعني ايه? يعني الشبكة دي مش عليها ضرائب دلوقتي انت بتشتري خط في دفون او في اتصالات بتشحن بعشرة جنيه بتدي الراجل كم بتديله طناشر جنيه الرصيد دلوقتي هيبقى سبعة جنيه بس اللي هيوصل لك طبعا الشركة دي تم اعفاها من الضرائب نهائيا يعني ايه? هتجيب كارت بعشرة جنيه بس مش هتدفع عشرة نصو الكلام ده هتجيب عشرة جنيه هتاخد عشرة جنيه رصيد طبعا ده شيء يجبرك اساسا ان انت تشتري خط المسرير الاتصالات اولا انا ما بعملش دعاية للشركة ولا ليش اي علاقة نهائيا بالشركة لكن مميزات الشركة اجبرتني ان انا انزل لكم الشرح دوا هتجيب كارت بعشرة هتديك عشرة جنيه رصيد فيه عروض بقى عنده في الانترنت خرافية عروض الانترنت عندهم خرافية دلوقتي انت لما بتعمل بقى بخط اتصالات او فودافون بيت ب 15 جنيه بتاخد كم بتاخد 500 ميجا باس لكن عملته يعني والشريحة دي بتتباع ب 15 جنيه على فكر سعر الديال اي رقم لاي يوم باي لأي يوم باي هتتصل بيه ب 12 قرش بس لكن خطوط اتصالات لازم تخش في عرض عشان تاخد تتصل ب 14 قرش ده ب 12 قرش فقط سعر الميجا بايتس 12 قرش برضو لكن هنا لو جينا خشينا على سعر الميجا بايتس 25 قرش ربع جنيه سعر الميجا بايتس الوحدة شوف ده 12 قرش دي مميزة ميزة عجبتني جدا جدا واهم الاشياء اللي اجبرتني ان انا اشتري الخط دوت الانترنت فيه بصراحة حاجة غنية عن الوصف الرسالة ايضا ب 12 قرش مش بتلاتين باقات المكالمات كنترول 20 اهو 1600 وحدة الفترة محدودة لو عايز تتصل باقات تعمل باقات المكالمات ماشي شباب واحدة واحدة هي قيمة الرسالة دقيقة المكالمات لنفس الشبكات الميجا بايتس اهو خمس وحدات هي قيمة دقيقة المكالمات Space هل تتكلم باقات شبكة اخرى للاشتراك لو عايز تشيرك هتطلب الكود دوت نقمة 600 نقمة عشرين شباك كنترول 40 4000 وحدة الفترة محدودة ماشي شباب واحدة واحدة هي قيمة الرسالة دقيقة المكالمات لنفس الشبكة خمس وحدات دا قلناهم كذا مرة تمام بعد كده نيجي الاهم حاجة اللي هي حبيبتني في الشركة دي فعلا جدا جدا وخلتني انزل شرح مخصوصه بقاط الانترنت ب10 جنيه هتاخد 1 جيجا انت متخيل هتشحن ب10 جنيه بس هتاخد 1 جيجا الانترنت 20 جنيه هتديك كم 2 جيجا ونص لكن لو خط فدافون او خط اتصالات وشحنت ب25 جنيه اللي هو اساسا بتدفع 27 ودلوقتي هتديك 23 جنيه هتدفع 35 جنيه عشان تعمل باقي ب25 جنيه فقط فدافون او اتصالات عشان يديك جيجا وربع لكن دوت هتدفع 20 جنيه هتاخد 2 جيجا ونص ب40 جنيه هتاخد 6 جيجا هظن 6 جيجا دي ممكن تقعد معك 3 ا4 شهور بس هي شهر واحد هتاخد 6 جيجا ب40 جنيه اما لو عملت ب100 جنيه 18 جيجا ما نصحكش انك مستحيل تخلص 18 جيجا 20 جنيه 40 جيجا 40 جيجا بايت يعني لو اعدت فاتح فيديوهات 24 ساعة خلال الشهر كله مستحيل تخلص معاك ال 40 جيجا مستحيل طبعا عايز تشترك في اي باقة هتتصل نجمة 900 وتحط الباقة اللي انت عايزها باقة بعشرة او باقة بعشرين او باقة باربعين او باقة بمية او باقة بمتين جنيه طبعا زي ما قلنا حسب لكم طبعا الشرح ده كله في الوصف اسفل الفيديو لو حد حابب يعيد يعني الاشتراك في اي باقة هتضغط نجمة 900 نجمة الرقم مثلا عايز اححن باقة من 20 جنيه ده اللي بتديني 2 جيجا ونص 2 جيجا ونص هتعمل ايه نجمة 900 نجمة 20 الباقة هتصل على طول الخط ده عايز تجيبه انت طبعا عارف المصرية الاتصالات اللي هي عاملة رواية ابتداتها هتروح هناك تقول لهم عايز خط المصرية الاتصالات هتلاقي زيره 15 تختار اي رقم انت عايزه سعر الخط 15 جنيه بس هتشتريه وتعمل اللي بتلك علي دور ده شيء بصراحة يعني اكبرني ان انا انزل الفيديو اقسم بالله انا ما بعمل دعاية للشركة نهائي ولا ليش اي علاقة بالشركة الشركة المصرية الاتصالات كلكم عارفين بس ياريت تعملوا الشير للفيديو مع تحيات اسر القناة شعراني لا تنسى لا تنسى لا تنسى دعمي باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة كل جديد شكرا لكم